أعقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وأكد مدبولي الجهزية لسداد الدفعات المقدمة للمصانع لمستلدمات ثلاث سنوات مشهددا على أن الهدف من الاعتماد على المنتجات المصرية في هذه المبادرة هو تشجيع الصناعات الوطنية والحصول على تخفيضات في الأسعار ووجه رئيس الوزراء بأن تقوم الوزرات والجهات المعنية خلال أسبوع بالاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بجميع المستلزمات والمهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة في 51 مركزا من المركز المستهدفة في المرحلة الأولى حيث سيعقد اجتماع آخر بعد انقضاء هذه المهلة لمراجعات الأسعار والكميات المطلوبة بشأن إتمام التعاقد بنظام الشراء الموحد حتى يتسنى عرض التصور النهائية على الرئيس السيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر